العمل الحمد لله كانت واحدة الارتسامة جيدة طيبة من طرف الاصدقاء ديالي الفان ديالي المتتبعين ديال حاتم ايدار واحتبا عند الناس اللي ممكن ماشي على تواصل فنيا مع حاتم ايدار كانت هذه فرصة انهم يعني يتواصلوا مع وشوفوا حتى الاعمال اللي كانت اللي كانت من قبل اه لا التربيات والا ايضا هاد الاغانيلية يعني جديدة والحلول بالله يعني العمل جميل جدا الغريب في الامر انه كما كنتكين بعد الانتقادات اه وانا مع الانتقادات لانه الانتقاد البناء هو شيء جميل ولكن كنقول البناء لانه كي حاول انه يضيف لك شيء حاجة هي ايجابية وشحاجة زوين اللي كتنفعك في المجال في المجال ديالك اه وهاد سؤال تطرح علي فزاف يعني اه 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 وا لازمان يا هاد وحد جوج الى الادوار كنا محتاجين هم اه اه كاستينج اه اه احتيا هنا هاد الناس اه تجيوجو ما قدينا عنه يعني اه كان يعني كانت التعامل او لا كيفاش الانسان اه اه اه. خاد تذه الدوروا تقمصوا واحد صورة اللي محنا يعني معي عجباتنا بالتغية. هذا الجموع الناس اللي ما تقبلوش يعني هم حروين في الرأي ديالهم يعني هاد كارية ديالهم ان نحن لوếu ان �م يتجي long ويقول لك علش درتي هذا كنشوفه يعني تناقد لكن انا دائما كنعود نقول انه يريد الانسان يدخل ويزور الموقع او يزور هاد الصفحة ولا هاد الماكين ندخل يقلب يشوف هاد البلبي اللي نيضا او لهاد الانتيقات اللي نيدين واشف غيمه صحاح ولا لا بحال متلا انا مؤخرا كنت كنشوف هاد المنبر اعلامي وبقيت كنضحك يعني جاتني الدحكة اه واحد مجموعة للناس يدخل معهم ميكو تروتوار ويقارنوا يعني جوج الامال ما بينوا بينوا واحد الفنان مغربي وبدوك يتكلموا على العامل دي الحاتم ايضار الهاد الكليب التصور واخويا اشان اقول لكم انا الحمدلله اه 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 افغيموا هاد العامل دي الحاتم ايضار ما عجبنيش وخانا مشفتوش وشو زماعة هاد القادية ما مغيش تدخلي الدماغي يعني انت مشيش الكليب وكتحكم يلا تخليين ساقي شو بانه هرا مكنتشي علاقة بشي بالبالة ولا بشي بشي ضجة ولا بشي حاجة لي ممكن كتسيء وكتخدش الحياة او لكتسيء للصمع هذه ليتيجا واحد الجمهور اللي كان كله كل احترام وكل تقدير موسيقى موسيقى